موسيقى اهلا وسهلا بحضراتكم من جملة المصطلحات اللي حبيت اعرف بلالتها النفسية في هذا البرنامج العظيم مصطلحات لها علاقة بشهر رمضان احنا في رمضان نستخدم مصطلح لطيف قوي اسمه الصيام وكمان في مصطلح ألطف أقل بكتير في استخدامه اسمه الصوم ويمكن الاتنين في أزهان كتير من الناس مرتبطين ببعض ولكن الاتنين منهم دلالات نفسية وإيمانية كمان مختلفة تماما لما بيجي حد من ولادك وبيسألك احنا بنصوم ليه؟ هبتقوله بنصوم علشان نحس بالغلابة ده غلط احنا بنصوم علشان خاطر نعود نفسينا على الجوع ده غلط احنا بنصوم علشان نتحكم في ملزاتنا وشهواتنا ده مش كافي احنا بنصوم علشان خاطر نحس بالناس اللي معندهاش اللي عندنا ده مش كفاية طيب إمل احنا بنصوم ليه؟ أرجو من حضرتك أنك تركز معي لأن إجاباتك على أولادك خصوصا في سن صغير هي بتشكل وعيهم في سنين جاية وبتشكل طريق تفكيرهم النفسية حتى في استقبالهم للأمور الدينية ربنا سبحانه وتعالى بيقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يعني اللي قبل المسلمين برضو كانوا بيصوموا واعتقد احنا بنشوف ده في مجتمعاتنا والصيام لغة هو انتناع الشخص عن الطعام والشراب وشهوتين الفرج والبطن من وقت كذا إلى وقت كذا وعندنا كمسلمين من طرع الفجر إلى غياب الشمس ده حاجة عظيمة جدا طيب ربنا لما جيه تكلم عن أثر أو عن مكافئة هذا الصوم قال إيه؟ قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ما قالش أبدا الصيام عارفين لي؟ لأن الصوم يختلف تماما في الآلية النفسية والتقنية اللي بيحدث الأثر بيها عن الصيام الصيام بيكون للجسد والصيام لغة زي ما ذكرنا هو الامتناع عن طعام وشرب وشهوات جسدية أما الصوم فهو ارتقاء وده دليل الآية الأولى لعلكم تتقون لما ذكرها ربنا في آخر الآية ببساطة شديدة وأرجو أن الكلام ده يستقر في عقول كل اللي بيشوفونا عشان يقدروا يصدروا بوعي أكبر لكل اللي بيسمعوهم الإنسان مكون من ثلاث مكونات أساسية جسد، نفس، روح الجسد هو اللي مطلوب لي هذا الصيام النفس هي اللي مطلوب لها هذا الصوم الروح هي اللي بترتقي من خلال تفاعلات إيجابية ما بين الاتنين يقول رب العزة إني خالق إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين طين ده الجسد إذا سويته سويته يعني جعلت له نفس ونفس وما سواها ونفخت فيه من روحي يعني جعلت لهذه النفس روح لذلك كل إنسان بيبقى عنده روح والروح ما بتموتش النفس والجسد هم اللي بيموتوا الله يتوفى الأنفس وهنشرح لك في سلسلة حلقات جاية الفروق اللغوية والدلالات النفسية ما بين النفس والروح ودرجاتهم ومراتبهم بس خلينا في الأول نقول لك ده تكوين الإنسان من جسد ونفس ثم روح طلع الروح برا الحزبة لأنها متموتش وتظل بقية تتأثر جودتها وهي نفخة من روح الرحمن في كل البشر ولكنها إيمانيا تزيد وتنقص زي الإيمان بالظبط يعني كفاءة الروحانيات بتاعتنا بتزيد وبتقل إزاي ده بيحصل؟ الجسد عشان أتحكم في شهوات وأقدر أرتقي بيه وأنا اللي أبقى متحكم فيه بشهوات المتحكم فيه ده بيحصل بالصيام إن أنا بابدأ أجمح شهوات هذا الجسد طيب الصوم ده للنفس بابدأ أضر بالنفس إنها ترتقي في مراتب النفس السبعة اللي هنقولهم لحضرتك في حلقة جاية إن شاء الله مراتب النفس كل الناس عندها مراتب من النفوس تتأرجح ما بينها بتاع لو تنزل حسب تحكمك في هذه النفس أو تحكم تلك النفس فيك ببساطة شديدة الصيام هو امتناع عن أكل وشرب لذلك قال النبي رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش لأن ده صيام الجسد أما الصوم فهو صوم النفس إن نفسك تكون جزء أنت متحكم فيه من جملة ما تتحكم فيه في حياتك فتقدر ترتقي في درجتها فتوصل للي قال ربنا لعلكم تتقون والتقوى إنك تكون قادر على تحقيق اللي ربنا خلقك عشانه وهو أعمار الأرض والإصلاح فيها وإنفع نفسك وإنفع الآخر وإفادة نفسك وإفادة الآخر وإنك تكون إضافة لأهلك وبيتك وبلدك وأسرتك وحياتك وتذكر أنه من لم يأتي على الدنيا بزيادة فهو عليها زيادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر